مبادرة جديدة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في المكلة المبادرة التي تبنتها شركة النفط بساحل حضرموت ومخابز هايبر المسالك تقضي بخفض أسعار الروتي والخبز إلى 30 ريال بعد أن وصلت أسعارهما إلى 70 ريال تأتي هذه أيضا الفكرة من خلال الدورة التي تلعب شركة النفط فرع ساحل حضرموت في محافظة التي نحاول بقدر الاستطاعة أن نتلمز حياة المواطنين في القطاعات التي تمس القطاع الكبير للمواطنين في هذه المدينة سيكون هذا المخبز هو النقطة الأساسية أو النقطة البداية الأساسية والتي ندعو جميع المخابز أن تقتدي بهذه الخطوة وجبة الغني والفقير بأسعار مناسبة تخفيفا على المواطنين من هذه الأزمات التي يعيشونها ونسعى جاهدين من أجل أن نخرج من هذا المازق الذي تعيش فيه البلد هذه المبادرة لاقت استحسانا في أوساط المواطنين الأزمات الاقتصادية والخدماتية التي أثقلت كاهل السكان قلصت من قدراتهم الشرائية بشكل كبير في الوقت الراهن بات بعضهم يعجزوا حتى عن شراء الخبز والله هذه بصراحة بادرة جيدة وطيبة أن الهايبر يساعد الناس ويقدم الخدمات في الأسعار في الناس كانت وضحة صعبة لأن الروتر تفعل أسعار الخيالي والآن الحمد لله بهذه البادرة الطيبة الحبة بثلاثين ريال تخفيف على الناس وعلى كاهلهم بس أهم حاجة بالنسبة للإستمرارية لأن الناس معاناتهم تعابة اللقمة العيش أحلكتهم رواتهم قليلة معيشة صعبة جم وربنا إن شاء الله يخفف المهناء على الكل السلطات في المكلة تسعى لتعميم هذه التجربة على عدد من المخابز والأفران في المدينة الدعوات هنا لتعميم هذا الدعم في بقية مديريات المحافظة للتخفيف من وطأة المعاناة التي بات يتجرعها السكان في سابقة لم يعهدوها من قبل عيد روس الخليفي لقناة الغد المشرك